تم اليوم بالرباط التوقيع على اتفاق بين المجلس البابوي للحوار بين الأديان والرابطة المحمدية للعلماء في شخص كل من الكاردينال جون لوي توغون والأمين العام للرابطة أحمد العبادي ويقضي الاتفاق الذي وقع على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته أكاديمية المملكة تحت عنوان مؤمنون ومواطنون في عالم يتغير يقضي بإقامة لجنة مشتركة بين المؤسستين وتهدف إلى دراسة المواضع الراهنة ذات الاهتمام المشترك على ضوء تعاليم الديانتين الإسلامية والمسيحية وعلى ضوء ما يقتضيه منطق العقل البشري كما يقضي الاتفاق بأن يكون من مهام لجنة المشتركة البحث والتمحيص لرافع التحدي الذي تواجه الإنسانية جمعاء بمختلف دياناتها من الأمية والفقر والتخلف والتطرف والعنف